فإحنا عندنا الجائحة اللي موجودة منذ 2019 كوفود 19 حتى الآن هي جائحة مرض من نوع من الأنواع الأنفلوانزة ده دي حقيقة ثابتة أنفلوانزة معروفة بكل أعراضها لكل البشر على الكرة الأرضية بأنها بكل مصحوبة بأعراض شديدة في الحرارة مع زكام مع رشح مع كحة جافة مع كحة أحيانا فيها سعال في بلغم وتكسير العظم والفشفاشة والأكل والشرب مرهمش طعم عنده وهكذا دي صورة طبيعية للأنفلوانزة اللي جد عليها أن الانتشار في هذا الفيروس انتشار شديد جدا جدا وغير مسبوق لدرجة أنه هو اجتاح كل العالم في خلال شهور بسيطة يعني شهر فبراير الماضي 2021 كان كل العالم كله تقريبا بيبتدي ياخد إجراءات للتعامل مع الجائحة دي ويبتدي ياخد نوع من الاستعداد الشديد جدا جدا والجهزة الطبية في كل العالم كانت مستنفرة بشكل كبير عرفنا أنه في عندنا الجائحة دي موجودة وأنها في معها نسبة من الوفيات لأسباب مختلفة ولو أن ما زلت مصر أن فيروس كورونا ليس فيروس قاتل في حد ذاته ولكن مضاعفاته سواء حرارة أو إصابة الجهاز المناعي للإنسان نتيجة الأخباط التي تحصل من الحرارة العالية والالتهابات الشديدة أو نتيجة أن بعض فيها أحيانا عرضة للجرطات ولو أنها مش بالنسبة كبيرة لكن برضو بتبقى مشكلة في الناس اللي هم سنهم كبير لأنه الناس الكبار في السن كلنا عارفين أنه هما عندهم مشاكل في تصلب الشرايين السني الحتمي وبالتالي عندهم استعداد لأخذ مشاكل في السيولة أو الجلطات ويمكن كان فيما أقول زمان دينا في كلية من خمسين سنة أنه الناس الكبار بديهم أسبرين لفوق سننا ربعين وبتالي احتياطي